الهند بلد شاسع جدا ليس فقط من حيث المساحة أو التعداد السكاني ولكن أيضا من ناحية التنوع داخل المجتمع فلا يمكن أبدا حصر ما يزخر به هذا البلد ومع ذلك إليكم عشر معلومات غريبة حول المجتمع الهندي عاشرا ثقافة البصاق ككل البشر الهند يبسقون إلا أن السلطات في مومباي تكلف مفتشين لضبط كل من يبسق في الشارع فالعديد من الهنود يبسقون ويدفولون لعابهم بعد مضغهم للتبغ الطري مما ينتج عنه بصق أحمر لون ملطخ على الجدران لذا توجد عدة ملصقات ولوحات تحذيرية من البصق في الأماكن العمومية فالسلطات تعتقد جدا أن تلك العادة تسبب انتشار الأمراض المعدية كالسل تاسعا تغيير للملابس يوم السبت أبدا الناس في الهند عادة لا يغيرون ملابسهم يوم السبت كما أنهم لا يناولون ولا يتناولون الأشياء باليد اليسرى الهند لا ينظفون منازلهم ليلا حتى لا تطير آلهتهم خوفا أما العادة الأكثر انتشارا فهي تزيين العربات والسيارات الجديدة بالورود لجعلها أكثر بركة وجلبا للحظ السعيد قبل ركوبها أول مرة ثامنا يد الرجل بيد آخر منظر عادي جدا أن ترى في الهند رجل يمسك بيد رجل آخر في بعض الثقافات الغربية يكون الأمر غير طبيعي لكنهما في الهند صديقان حميمان لغير المشهد منتشر بكل مكان بالهند ولن تلاحظ اهتمام الآخرين بذلك أو من يعترض على المنظر سابعا هو الشارع الهندي هذا البلد بطبعه يحب إعطاء الأشياء أبعاد مختلفة إلا أن الشوارع لها خاصية متميزة فالهند يقضون معظم وقتهم خارج البيوت إن كان الغرض تناول الغذاء أو إصلاح شيء ما فمن المؤكد إيجاده بالشارع أكلات سريعة إصلاح حذاء طب تقليدي حلاقة أو حتى تنظيف الأذن كل هذا وأكثر قد لا يكلف مبلغا كبيرا الشارع الهندي به كل ما تحتاج سادسا رمي الأطفال الرضع لعل أشهر الطقوس التقليدية بالهند هي رمي الأطفال الرضع من الأعلى يمارس هذا التقليد طائفة من المسلمين وكذل هندوس على حد سواء ويقام في سولابور ومهارشتر قرب إندي منذ حوالي 700 عام ويعتقد رواده أنه يجلب الحظ السعيد والبركة للأطفال يرمى الطفل الرضيع من أعلى البناية على علو 15 مترا ليلتقطه الحشد من الناس خامسا الحرمان من الرجول يجتمع ما بين 5 إلى 6 ملايين رجل في مهرجان لاستعراض تسريحات شعر عديدة إضافة إلى الملابس النسائية والمجوهرات في تبرج مبالغ فيه وميوعة في تقليد لصوت النساء والاستعراض يتم في أماكن عمومية أمام الناس هؤلاء الذين قد تم خصي أكثرهم غصبا يقومون خلال الاستعراض بصب الحليب تعبيرا عن حرمانهم من رجلاتهم مقابل تصعد نبذ الناس لهم على العموم رابعا للهند اهتمام خاص بالفيلة للفيل الهندي استحمامه وتدليكه الخاص به ثم أكله المميز إضافة إلى استعادة النشاط والرشاقة كما هو الحال في مركز كيرالا في الهند يقوم الناس بتربية الفيل لاستغلاله في عديد من الأمور على سبيل المثال يستخدم في التنقل وأغراض الفلاحة كالحرث وحتى في جر العربات الكبيرة العالقة في لوحال في الهند أصبحت الفيلة أليفة وتتصرف بلطف مع الناس وأصحابها قد يتحدثون إليها فيما هي تستجيب لأوامرهم ثالثا الناخب الوحيد أعد مكتب تصويت لصالح ناخب واحد في منطقة غابة جير جوجارات السيد مهاند بهاراداس دارشان داس ناخب منذ سنة 2004 وخلال كل دورة انتخابية يجهز مكتب التصويت لفائدته مع أنه الناخب الوحيد المتواجد بقرية تدعى بانج بغابة جير الهندية تستغربنا حتما لما كل هذه الإمكانيات إن كان المصوت رجلا واحدا الجواب بسيط للغاية الهند هي من أقوى الديمقراطيات في العالم ثانيا الضرائب يصعب كثيرا على المرء آداء واجب الضريبة على الدخل ثلاثة بالمئة من الهنود من بين مليار ومائتي مليون يؤدون الضريبة على الدخل كون الفلاحة في الهند معفية من الضريبة إضافة إلى أن ثلثي الهنود عيشون بالعالم القروي مما يفسر كون غالبية الاقتصاد غير منظم وبالتالي صعوبة استخلاص الرسوم الضريبية فالإشكالية القائمة الآن هي إيجاد حلول لإصلاح الخلل المالي في الهند ومن تم التسيير الجيد لاقتصاد شعب تجوز المليار نسمة أولا التجسس الشرعي في بلد يغلب عليه طابع الزواج التقليدي يبذل الآباء أقصى جهدهم لإيجاد الزوج الأنسب لبناتهم ستلاحظون لوحات إعلانية على جنبات الشوارع تقوم بإشهار خدمات رجال مباحث خاصين بشأن الزواج فبالفعل هناك محققون يسعون داخل البلاد لجمع معلومات دقيقة حول الزوج المحتمل وما إذا كانت لديه سوابق في الزواج أو غيره